كل يخشى من الفطوة الأولى سيد نبيل هل تعتقد أن الإطار التنسيقي أخذ هذه التغريدة بمحمل التهديد الظني الغير مباشر بمعنى آخر للسؤال هل السيد الصدر يشكل تهديدا رغم انسحابه من البرلمان هل يشكل تهديدا خطيرا للإطار هل يشعر الإطار بهذا التهديد حتى هذا بالتأكيد أستاذ أحمد حضرتك تعرف وأنت ملم بالعملية السياسية أنا دع سألك حتى توضح للمشاهد سيد نبيل بغض النظر عن ما أعرفه أعرفه عفوا أستاذ أحمد أنا أتكلم بكلام كل العراقيين هل من المعقول وهذه لأول مرة تسجل في تاريخ العملية السياسية أن كتلة أو حزب يحصل على أكثر المقاعد البرلمانية وينسحب هذا يعني أن هناك خللا معين أن هناك من يسميه التيار الصدري ملح العملية السياسية إن غاب ملح العملية السياسية فكيف سيكون أكيد العملية ستكون باهتة لا طعم ولا لون ولا رائح لها هذا الكل يعلمه والكل حتى في الإطار وقيادات الإطار إذا تذكر أستاذ أحمد الكل دعوة سيد مقدد الصدر للعدول للعودة حتى تسير العملية السياسية اليوم أنا بتقديري العملية بدأت بالاحتضار وتمر بغربة مجتمعية خطيرة اليوم نتكلم بصراحة هو مش قد الشاركو بالعملية أقل من 30% اليوم 70% هذه الفئة التي تشكل هي الثقل الأخطر والسواد الأعظم كيف يمكن أن يتناغم معها الإطار كيف يمكن أن يقدم منهجا مقبولا ما هي الرؤية؟ ألأ هناك إرادة إدارة حقيقية جدية لبحث تطلعات الموقف خصوصا أن العالم كله بدأ يأخذ منح آخر بعد الحرب الروسية الأوكرانية وبدأت هناك مجاعة تهدد العالم والعراق ضمن الدائرة الحمراء إذن يعني يجب أن يكون هناك خلال قوادم الأيام حل وسطي يمكن أن يرضي الجميع يمكن أن يتدارك هذه التداعيات الخطيرة التي وصلنا إليها وخصوصا أن اليوم الكرة في ملعب الإطار وعليه أن يقدم شيء مقبول أو يقدم رؤية جديدة تختلف تماما عن الرؤية السابقة خلال أربع انتخابات مرت علينا خلال الفترة السابقة